أمنياً تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للسانية بوهرام من تفكيك شبكة جرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية العملية النوعية التي نفذتها عناصر الدرك الوطني تمت استغلالاً لمعلومات تلقتها الكتيبة تفيد بنشاطها الشبكة عبر إقليم وادي تليلات بوهرام يتم تكثيف التحريات بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك وادي تليلات وفي تفراوي حيث تم وضع خطة محكمة التنفيذة صفرت عن توقيف أحد أفراد الشبكة بعدما ضبطت بحوزة أربعة ألاف دينار جزائري مزورة وبعد تمديد الاختصاص إلى ولاية البويرة تم توقيف متورد ثاني تم ضبط بعض تفتيش منزله منزله يقول مبلغ مليم مزور يقدر بمليار وثلاثين مليون من فئة ألفين دينار جزائري التفاصيل في ميكروفون كريمة سواك تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوات تليلات وبالتنسيق مع فرقة تفراوي من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية هذه الشبكة متكونة من شخصين بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي مزور قدر بمليار وثلاثين مليون سنتيم من فئة ألفين دينار جزائري وحز جميع المعدات المستعملة في هذا النشاط كما تم في نفس السياق تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيد شحمي وبالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل وترويج المخدرات على المستوى الوطني هذه الشبكة متكونة من ثلاث أشخاص مع حجز عشر كيلوغرام من الكيف المعالج وأربعين قرص مهلوس بالإضافة إلى أسلحة بيضاء كانت تستعمل من طرف أفراد هذه الشبكة فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضاية المختلفة